موسيقى المرشد الأساسي في بنيام الفراعن على الغيط النهاردة بالنسبة للفلاح المصري برضو الغيط النهاردة بنهتم بها وبناخد بها في زراعتنا وبناخد بها في مواعيد الحصاد كمان مواعيد الزراعة ومواعيد الحصاد ولها اهتمام كبير معنا وكل شهر طبعا وله الوقت بتاعه المناسب بتاعه كل الزراعة المناسبة بتاعته شهر هاتور ده بقى اللي هو بداية اللي هو شهر 11 بنبتدي فيه تجهيز الأرض وزراعة الأمح بنبتدي بعد كده شهر طوبة بنكون خلاص ابتدينا زراعنا الأمح وبتدينا زراعة المحاصيل الشتوية على العموم من فول من أمح جزر زراعات شتوية من بطاطس شتوي فيه سدة شتوية عندنا بتبتدي من شهر أواخر اتنين اللي هي مرحلة الجفاف بنسميحنا جفاف عندنا بنبتدي نجفف الأمح في الفترة دي من نهاية شهر اتنين لنهاية شهر تلاتة دي مرحلة السدة الشتوية بالنسبة للمي احنا عندنا برضو أمثال شعبية مرتبطة بالشهور دي زي شهر توت مثلاً اللي احنا فيه ده اللي احنا في صدده اللي بيقولك ري ولا تموت شهر برضو كياك صباحك مساك طوبة تخلي الشابة كركوبة برامهات روح الغطوهات نظراً لأن في الشهر ده اللي هو بقى في شهر برامهات ده شهر أربعة بيبتدي موسم الحصاد بالنسبة للمحاصيل الشتوية وقالوا لنا قديق كانت جدتي تقول الجملة دي بالنسبة عبدالله كنت مفكر بيقالها جدتي كانت لك في برامهات روح الغطوهات كانت جدتي حفظة تقويم الإبطي كله بكل جملة مأثورة مرتبطة بالشهر الإبطي حلو طيب بالتزامن مع بدء التقويم القبطي القبطي هنا أي كوبتك مصري خبتوس خيمت كيمت فيه أسرار أمثال أسماء دلالات اوعى تفتكر المصري القديم كان سيبها كده جهجهوني إطلاقاً فلاح يعني مهندس الفلاح دا مش حاجة فلاح دا مخ إزاي عارف يعمل كل دا؟ إزاي عارف يرتب كل دا؟ إزاي نظم العمل؟ إزاي عارف حركة الشمس والنجوم وأوقات المطر والصف والحر والشتاء وحركة الشمس؟ إيه كل دا؟ خلونا نقابل لأول مرة في هذا البرنامج بالرغم أن احنا تكلمنا مرات كتير جداً على التليفون يعني رجل محترم جداً من خبراء الآثار المصرية أحد أبرز وأجمل أثاريين اللي دايماً متعاون معنا الأستاذ علي أبو تشيش عضو اتحاد الأثاريين منوارنا أهلاً بحضرتك وبحييك على ثقافتك الأثارية دايما لا والله دا حاجة على قد يعني وجزء من ثقافتي الإبطية جاي من جدتي آه طبعاً ويمكن دا كان حال الجدات يعني في طول الوقت آه طبعاً طبعاً الأول حتى وإحنا قد نتكلم على مسألة التقويم القبطي هو التقويم المصري القديم تمام يا فاني عمره قد إيه؟ هو بيرجع من حوالي 3200 سنة لأن المصر القديم زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو برح في كل حاجة ومهنة الفلاح زي ما حضرتك قلت دي قامت عليها الحضارة المصرية القديمة لأن لو لا الزراعة ما كانتش مصر ولولا نهر النيل ما كانتش فيه زراعة ولا تجارة ولا صناعة ولا بناء ولا عقيدة لأن عقيدة المصر القديم برضو جات من أنه هو يشاهد الفيضان يفيد ثم يغيد ثم يولد من جديد والشمس تطلع وتغرب وتطلع تانفال لأنه لازم أبعث من جديد زي نهر النيل فعمل التحنيط اللي هو أداله السر البقاء ويدخل بعد كده الجنة اللي هي حقول الإيرو المصر القديم زي ما حك تفضلت وقلت دلوقتي من خلال مشاهدته للظواهر التبعية ومشاهدة نجم الشعر اليمانية اللي هو بداية ظهور الفيضان قدر إنه هو يزهر كل 36 يوم نجمة عشرية في السماء فضرب 36 في عشر قدنا 360 يوم ثم الخمس أيام اللي هم أعياد الألهة إزيس وأزريس وحورس وست ونفتيس فال365 يوم الفيضان ونهر النيل والزراعة هي اللي ضد التقويم اللي احنا ماشيين عليه لحد دلوقتي اللي العالم ماشي عليه العالم كله قياس 365 يوم التقويم جاد من المصر القديم لأنه كان فيه كاهن اسمه ورماء يونو يعني الكاهنة المتطلعين إلى السماء بيمسك يا أستاذ يوسف أداة اسمها المرخة ويبص للسماء يشاهد الحركة النجوم لذلك هو اتخذ السنة النجمية وحدة لقياس الزمن من هنا لمصر القديم أبدع ايه مرخة دي بقى يعني الأداء مرخة دي تليسكوب واللي اه زي التليسكوب كده وكان الكاهن المتخصص اسمه وينوتي يعني الساعاتي هو يقف على سطح المعبد ويشاهد الزواهر الطبيعية دي فلذلك المصر القديم أول من اخترع الفلك وأول من عرف ان الأرض بيضوية وذكر كده حتى السقف بتاع معبد دندرة اللي هو في اللوفر دلوقتي موجود عليه كل حركة النجوم والأبراد فالفلك ده ادى المصر القديم تفرد عن الشعوب التانية الحضارة بتاعتنا اللي اتكتبت على الحجر هي الشعب الوحيد اللي كتب الحضارة على الحجر فبقيت حتى الآن الحفاير زي ما حدا كنا بنتكلم شهادة ميلاد الأسر احنا الدولة الوحيدة اللي بتحفر بتطلع حضارة وتاريخ وآثار احنا مصر متفردة بكل حاجة فالسنة الابطية او السنة المصرية القديمة لان الكلمة كبت زي ما حدا كتفضلت وقلت تعني مصري واحد توت هي بداية السنة اللي هو يوافق 11 سبتمبر وده عيد بداية السنة بعد ما الفيضان بيغمر الارض المصرية ييجي واحد توت المصر القديم يرمي البزرة بعد كده رياح الخمسين تحول الصمرة الخضراء الى صمرة صفراء مسمرة بعد كده ييجي فصل الحصاد فالتلات فصول اللي هو آخد بريتشيومو اللي موجودين على مجبرة مروروكا في سقرة دول المصر القديم قسم السنة زي ما قلت حداك 365 يوم والشهر كان 30 يوم والاسبوع 10 ايام كل ده عرفناه من دقة المصر القديم وملاحظته للظواهر الطبيعية اللي موجودة في مصر فهو بقى على يوم وكانش بقى يبقى الأسبوع الأعشور اه فهنا نسوح بالشهر لتلت أجزاء تلت أجزاء عشر ايام فلذلك احنا وجدنا الكلام ده في برضية ميرر البرضية دي اللي اكتشفها مهندس اللي اكتشفها عالم أثار في منطقة العين السخنة في مناءة جواسيس المنطقة دي البرضية دي قالت ان ازاي الهرم تبنى وازاي ان كان في شخص اسمه ميرر ببنى الهرم فالاسبوع جاء من خلال الموضوع ده ان كان عشر ايام فكل نقطة وكل سطر بيظهر في الأرض المصرية بيكتب ويضيف كتب في التاريخ المصري القديم فهي حلقات متواصلة احنا لقناها في العين السخنة اه لشخص اسمه ميرر بيقول ان انا كنت بروح وبجمع العمال وبيكتب حصص العمال والماشية والأكل والشرب موجود دي العظمة ان هل الراجل ده الشخص ده كان مثلا فيه هو رسول الملك للحتة دي اصلا خلي بالك انه جزء كبير من بناءنا الزهني حول تاريخ مصر القديمة انها مرتبطة بجانبي النيل شرقا وغربا مسألة ان انا اوصل لحد ما هو النهار ده العين السخنة محافظة السويس يعني على البحر الأحمر فان انا اوصل لحد هناك ده معناها ان انا حضارتي كانت ممتدة في كامل الربوع المصري لا زي ما حكت فضلت وده كان مينة بيقبر المصر القديم ان هو يتاجر ويروح البلاد التانية يروح بلاد بونت يروح بلاد الشرق الأدنى القديم ولذلك الملك من حطب الثالث كان مراقب بعملاق الدبلوماسية السياسية لان كان فيك زواج سياسي بينه وبين ملوك الشرق الأدنى القديم لذلك فيه خطابات اسمها خطابات العمارنة الخطابات ده كتبت بالخط المسماري عشان ان ازاي المصريين القدماء كان عندهم صفراء في كل ده وازاي ان المصر القديم كان يتزوج من الأجانب لكن الأجانب ما تزوجوش من المصريين يرفض يرفض فكل الكلام اللي انا بقول لحضراتك ده متصل بالعبقرية بتاعة المصر القديم ان هو ازاي ادري ان يعفل ان هنا في ميناء ازاي يعمل المراكب عشان توصل البلاد دي ازاي يعمل تبادل تجاري ازاي احنا في بلاد كتير اوي بالله اثار لرمسوس التاني واثار لكل الملوك المصريين يعني كان السودان كان نائب الملك في كوش اللي كانت السودان حتى السودان فيها اثار مصرية برد فكل الاثار المصرية دي بتحاكي اسرار الناس دي اللي عملت اعجاز وعظمة طيب ما ده وارد ان انا يعني ما فكر بحاجة بصوت علي بقى انا مش راجل اثار خالص يعني لكن بحاول اشغل المخي ده وارد انه انا وصلت هنا الى ميناء على هذا الساحل طيب وانا اكيد ما كنت راحل ميناء هناك علشان ابني ميناء وروح ده معانا انا انا بتحرك طيب بتحرك جوه البحر الاحمر جنوبا وصولا الى الصومال وجيبوتي الحاليتين طيب مش وارد برضو اللي يقطع كل المسافة دي 3000 كيلو متر في المية يعدي حتة صغيرة ويقدر ان هو يكون اكيد عمل شيء ما هناك متعلق بشبه الجزيرة العربية على الاقل في مناطقها الشمالية على سبيل المثال احداك سؤال مهم جدا بحاجة احداك علي جزارة الاثار بالفعل عملت حفير هناك وطلعت ان كان فيه ميناء موجود هنا لزيك انا انا عزو لحضر لك ان الارض المصرية كل مكان تحفر فيه تلاقي اثار بس مش تلاقي اثار لقى اثارية عشان بس الناس بتعمل خلق الاثار مش لقى اثارية الاثار معابد اهرامات مقابر معلومة المعلومة هي اللي بتدينا ازاي نعمل تاريخ وتاريخ يعني احنا ممكن التاريخ ده اما بلاقي نص مكتوب التاريخ من خلال الملامح الفنية نقدر نقول ان التمثال ده مثلا عصر دولة قديمة دولة حديثة دولة وسطة من خلال العمل في الحفير ان انا يعني واعتقد ان الحفير دي اهم حاجة عملت واهم مجال في الاثار المصرية لانك بتستخرج كنوز المصرية الكدومية وبتضيف زي ما حضراتك تفضلت وقلت الحاجات النقصة عندنا اما بنعمل حفير بنقدر نعرف الطبقات الاثارية بنقدر نعرف الناس دي هي عايشة ازاي هي ازاي ابدأت برضية واحدة ممكن تطلع لنا اعمليات جراحية الفرعنة عملوها عملوا صوابة عملوا عمليات باترة عملوا عمليات في القلب يعني كانوا بيحطوا العيون يعني التقدم في كل المجالات ده على رأسهم الفلك اللي انا اعتقد ان الفلك ده من اعظم المجالات اللي مصر عملته كل ده حاجات بتضاهي اسرار الحضارة يعني المصرية اللي علمت كل المتعلمين في العالم طيب هرجع معاك بقى تانية لمسألة الاشهر بتاعتنا هم اسميهم كده ليه اه هو الشهر الاول اللي هو توت ده جاي من تحوت اله الحكمة اللي حكي عارفه اللي هو شهر جامعة الكاهرة طبعا بشانس ده برضو مرتبط بالاله خونس فيه الاله اللي هو الشهر اللي هو مصري ده جاي من مصر رع مولود رع وتقاس على كده كل الشهور كل الاشهور زي ما حدقك عارف الأمثال الشعبية المرتبطة زي يطوبة يخلي الشابة كركوبة بابة ادخل يعني يوفل الباب او حاجة زي كده كنية عن الشتاء هطور الشهر اللي هو بقونة هات المعونة عشان اللي هو يحط المقونة للبيت بشانس اللي هو يكنس الغيت كنس كنية عن اللي هو خلاص ده من المحصول فكل الشهور دي أسماء المصري القدماء زي ما حكي عارف دايما بيربطوا الشهور بالأحداث اللي بتحصل أمشير اللي هو فيه زعبيب كتير بتاعت أمشير وهكذا وكل الأسماء دي يعني أمشير ده جاي من كلمة جعبيب أم مخير ده برضو جعبيب مخير جعبيب من اللواء الزعبيب فكل الشهور الإبطية دي مرتبطة بأحداث زي ما حكي قلت جديد كانت بحفظهم صمت دلوقتي فيه ناس كتير ما تعرفش برضو ده تلات تربعة مش عارف برضو فكل الشهور دي جاية من المصري القديم كان بيشاهد زواهر معينة فبيربطها بالشهور دي عشان تسهله ولذلك الفلاح المصري القديم والفلاح دلوقتي هو الفلاح دلوقتي في الريف المصري القديم تحس ان انت عايش في يام الفرعان بيستخدم كل الأدوات اللي المصري القديم يعني احنا في الحفائر ممكن نطلع أدوات بنيجي نتبص كده اللي هي نفس الأدوات اللي المصري القديم بيستخدمها دلوقتي الشادوف بتاع المياه ده احنا مطلعين حاجات يعني المسلم اللي فات في اكتشافات الدكتور زي حواس والدكتور مصطفى وزير البعثة المصرية طلعنا أدوات زراعية يعني حاجة بتبص كده ان تحس ان الناس ماشي على نفس الوتيرة لحد دلوقتي الست في مصري القديمة كاتنبت بر الست في الصعيد اللي هم مرتبطين اللي عادات والتقاليد دلوقتي تحس ان هي بسموها الفرعونة او ان هي مسكة العيلة كلها طبعا سيدة البيت هو هو يعني احنا هتحس ان احنا في جزء كبير مننا واخد حاجات كتير من فرعنا قوي انا لاحظت انه ساعات كنت لما عودقرة يعني في علم المصريات حبتين ألاقي ان احنا حتى في كلامنا العلمي الدارج ده مليان كلمات من مصر القديم وبعدين سنة ساعة الفين او تسعة وتسعين او الفين واحد يعني في المساحة دي انا فكر ان انا قريت مرجع مهم جدا كان بيتكلم على انه حتى في اللغة العربية الفصحة لدينا في العربية الصغفة الفصحة ما يزيد عن اتنين وعشرين الف مفردة كلهم مصري قديم يعني مثلا اسهل كلمة كل الناس بتقولها نونو نونو دي يعني طفل صغير عيلو اللي هو العيل الصغير غرد اللي هو جاي من كلمة غتت يقولك دي عيل غتت جاي من كلمة غرد يعني الطفل اللي هو من ستة العشر سنين غرد مس اللي هو ما ستة العشر سنين وان فلو سنة الغلاسة الغلاسة هو يقولك غرد غرد غيتت مكحكح يعني راجل كبير وذعباء يعني او صحيته شوية فهو المصر القديم دايما احنا فيه كلام كتير جدا احنا بنقوله هو مرتبط للمصر القديم لكن علم اللي هو اللغة المصرية القديمة هو كان علم صوتيات يعني مش مش انا لو عرفت مثلا الميم بومة والإن موكة المية عايزا ما احكي الملأ لازم احفظ كل الكلمات دي وكل كلمة بيجي لها مخصص المخصص دا بيدل على الشيء يعني انا مثلا لو عايز اكتب علي مثلا اكتب علي وحط بعض راجل يبقى هو دا او عايز اكتب مثلا سيارة علي علي وحط سيارة فالمخصص بيدل على الكلمة علم تاني يعني اللغة المصرية القديمة دي من اجمل الحاجات ومتفردة في كل حاجة فاحنا اللغة المصرية القديمة بنقراها بنقدر نكتب التاريخ اللي العالم كله بيدور عليه عرفنا الشهور عرفنا التقويم كل دا من اللغة المصرية القديمة ومن الجداريات ومن المقابر ومن البرضيات كل سطر جديد بيطلع بيضيف كتب في التاريخ المصرية القديمة طب انا من الناس اللي دايما تعد تتسائل معقول المصري القديم عندما ترك لنا لم يترك لنا سوى معابد ومقابر يعني معابد انا بفهم هي فكرة اهتمام وقد ايه بالكون وبالاله مقابر اهتمام وقد ايه بفكرة الحياة القادمة فيما بعد هذه الحالة اللي هي حياتنا الدنيا في حياة اخرى والحياة الاخيرة طبا 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 فين بيوته هل لم يهتم بانه يصنع البيوت من خامات بنفس القوة اللي عمل بيها مقابره وعمل بيها معابده؟ هو سوى المهم جدا انا بحاجة حدك عليه قوي يعني هو اهتم بالقبر قبل القصر لانه هو بالنسبة له الحياة الدنيا دي هي رحلة للاخرة رحلة قصيرة قصيرة البيوت قليلة جدا ولعل اعظم اكتشاف كان حصل ان احنا وجدنا كنباوند ساكن اكتشاف في المدينة الزهبانة وفي كل حاجة تناولته بتاع الدكتور زيح وصف العسر وكنا هناك وكان كشف جبار قوي تناولنا البيوت بس البيوت باللي ايه؟ يعني حاجة كده انه هو يعيش فيها لكن اول ما الشخص بيكون قادر انه يروح يعمل مجبرة بيروح ادارة الجبانة وياخد قرار من هناك او ياخد ورقة تفيد انه هو عايز يعمل الجبانة بتاعته الملك اول يعني الدووين والمؤسسات والوزارات والهيئات موجودة من قام المصر القديم موجودة كل حاجة موجودة بس مش الاهتمام الكافي بيها هو يهتم بالكبور قبل القصور انا بكلم هنا على فكرة وجود مؤسسات داخل الدول طبعا طبعا انا عايز اعمل الجبانة مش جهجهوني كده لا خالص بتروح تاخد موافقة وحاجة لو يعني مجبرة توت عان خامون دليل على كده ان حاولت اللصوص تسرقها ادارة الجبانة جات ويعني فيه يعني الكلام بيقول اللصوص اتمسكت وحطوا الختمة عليها ومجبرة توت عان خامون برضو بالنسبة الزكرة المقوية اللي هنشتغل عليها ان شاء الله في نوفمبر هي المقبرة الوحيدة اللي كنت شوفت كاملة من ضمن مقابر كتين صحيح لان مجبرة رمسيس السادس وهم بيشيلوا الريديم حطوها على المدخل اللي هم مش واخدين بالهم فالمجبرة اتحفظت وده كان حاجة كويسة لنا لكن الدواوين والوزارات وكان كل حاجة موجودة كان فيه عقود للزواج والطلاق كان فيه يعني تعداد الماشية كنا بنعرف السكان بتاعنا من عدد السكان من تعداد الماشية يعني كان فيه منظومة متكاملة ولكن الحفاير لسه ما اظهرتش كل حاجة يعني احنا مش هنقول احنا يعني لي مش موجودين الانبية مثلا في المقابر بتاعتهم احنا ما لقيناش لسه وقد يكون الملك هو بيهتم بالصرح اللي هو وجهة المعبد ده زي انا بشبهه بالتلفزيون مثلا او هو عايز ينشر للناس ايه بالاذاعة او بالجريدة فينشر انه هو هزم الاعداء هو استنبط بيحطها فهو ممكن يكون مش عايز يقول ان كان فيه صراع او كان فيه مثلا اي حاجة فبيحطها على المعابد فكل المصر القديم عمله ده من النظام ده كل ده مفيد جدا ولكن البيوت يعني في دير المدينة لقينا مقابره لامال بنات الهرم المدينة الزهبية الملك من حطب الثالث اللي هو المراقب بال هيتلقبت بالزهبي عشان هو كان عصره العصر الزهبي كل ده كان موجود في الحضارة المسؤولية القادمة لكن المقابر اكتر المعابد اكتر لهن هو كان عنده الوازع الديني الوازع الديني ده هو اللي خلاه يعمل كل المقابر دي هؤلاء الملوك العظام اللي ملقوا العالم الحقيقة من دوره بالعلم طبعا اكيد ليهم بيوت طب بيت الملك فين فين بيت رمسيس موجود بس حضرتك يا أستاذ يوسف البيت ده كان قصر مع عوامل الزمن والمناخ والطربة واللي بيحصل كل ده بنلاقي بقايا قصور زي ما احنا لقينا بقايا قصر إخناتون حلوة اوه في بقايا القصر رمسيس التاني بقايا لكن القصر بالشكل الكامل مش هيعيش كل العمر ده ده معنى انه هو هو ادى توجيهه للمهندس وهو ده البناء الزهني بتاعه عليك انك انت الاستخدام الخامات تذهب للمعبد لانه فكرة تقديره الكامل للدين والإناء طبعا طبعا التقدير للربوبية طبعا فالخامة القوية تذهب للمعبد اما كل ما هو دنياوي فمش دي القصة مش قصته لا هو هم حاجة عند الملك ان يعمل المكبرة تحته او الهرم يعني كان هرم خوفه المشروع القومي الملك عشان يعمل الهرم لازم يبقى إله اما الهرم يتبني فهم كان عندهم وازع ديني ان ده الشخص ده إله الوازع الديني هو اللي بنى الهرم هو اللي بنى المكابر هو اللي خلاه يحط على السيرة الزاتية على المكبرة لم قلوس نهر النيل لم أسرق لم 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 للحاجات دي ويحط القلب ويقوله ندخل حقول القيارو الجنة لازم يدخل لو ما دخلش الحيوان العام عم ياكله وخلاص على كده فهو لازم يدخل الجنة بالأعمال الخيرية اللي هو عمل فلازم يرضي الإله ويقدم الكرابيل حاك تشوف تمثيل تلاقيه راكح كده ومقدم إنقين في إيده ده إنه بيقدم كرابيل للإله لأنه هو يأمل في الجنة يأمل في الحيامة بعد الموت ورحلة السر والسرية ورحلة الشمس موجودة والملك دايما يصور إنه هو بيتطلع للنجوم الشمالية التي لا تغيب ينظر لفوق وإنه هو راكب المركب ويعبر للعالم الآخر هو كان عنده فكرة العالم الآخر لذلك أعتقد المسر القديم إنه هو عنده قاء وباء وغت روح وقرين وجسد فلازم القاء ترجع للغت اللي هي جاي من كلمة جتة الجسد فالقاء لازم تلاقي غت يعني جسد ترجع فيه فالمصر القديم لو ما حناطش الجسد القاء هتفارق الغت اللي هو الجسد لأن عناصر جسم الإنسان عند المصر القديم القاء والباء يعني الروح والقرين والغت يعني الجسد والإيب يعني القلب والرن يعني الإزم والشو يعني الزل والشوت يعني النورانية أو الروحانية هو كتب كل الكلام ده فالإنسان ده مش حاجة عادية رن لازم اسمي يتعرف يعني أنا سوف أقول اسمي رن إي إي يعني أنا رن إي يعني اسمي فكل الحاجات دي المصر القديمة عملها اعتقاد في العالم الأخر فنرجع للسلامة حضرتك البيوت البيوت قليلة جدا لكن المقابر كتير جدا حقا روح تلقصر وشفت العظم افتاعة الأسار هو ده المعبد هو ده اللي هيقدر يخش يقدم القرابيل للإله هو ده اللي هيقدر من خلاله إن هو يبقى ابن الإله لذلك الملك يسمى سارع ابن الشمس سا أمون ابن أمون وذلك ده يقول لك يعني مثلا يجي يقول لك نبطاوي سيد الأرضين كل دي ألقاب للملك هو دايما عايز يقول إن أنا ابن الإله وأحيانا لما يموت يقول لك يبقى هو الإله ففكرة التقليل وفكرة إنه يقول لك هو عنده الوازع الديني اللي بيحرقه في كل حاجة فلذلك أنا بظن في حكاية التقليل دي بس أصححني برضو أنا برضو عدت قاريت فيها كتير وشفت عليها كم دوكيومنتريز موزيل أه طبعا مسألة الألوهية عند المصريين القدامي أنا من أبناء طبقا للي قاريته إنه هم كانوا موحدين آه طبعا بشكل كامل وحتى مسألة البنوة للإله هي هي فكرة مش بنوة بالمعنى الحرفي أو بالمعنى الإنساني هي مسألة إنه ابن بار مولود يفعل إرادة ربنا على الأرض دا اللي أنا قدرت توصله هنا أنا كده صح ولا كده غلط هو هو الكلام حكي مظبوط جدا أمون معناها الخفي أه أتون معناها كرس الشمس هو عارف إن فيه إله كبير فرمز له بأمون آه وصور أمون دا وقال لي موجود في كتاب الموت أو أطول الأهرام آه موجود وصور أمون على هيئة كبش وكرس الشمس اللي إخناتون ودينا الأطونية لحكي عارف ونشيد إخناتون وإن هو الوسط بين الإله والشعر المصر القديم أصلا من قديم الزمن تصوروا الكون دا أصلا إن كان فيه تل أزل وميه أزلية وقال إن الإله هو قال كده خلق نفسه بنفسه آه بعدما خلق نفسه بنفسه خلق جب ونوت جب يعني إله الأرض ونوت إلهة السماء فكانوا متطابقين آه فنفخ الإله شو ففصل السماء عن الأرض فجابوا من هنا شو وتفنوت اتجوزوا جابوا إزيس وإزريس وستة ونفتيس وبعد كده جابوا حورس أنا بقول حاكي الكلام دا ليه لأن حورس هو اللي ورس حكم الآلهة للبشر هما كانوا يعتقدون دا دا أعتقد المصر القديم إن هما الآلهة بتسكن في السماء فما البشر ارتكبت الخطيئة هما يقولوا كده نزلت الآلهة إيه إلى الأرض نزل حورس ورسهم الملكية فلذلك الملك يسمى حرق نخت دا وقب يعني حورس الفحل القوي والفحل القوي دليل على الخصوبة بتاعته طول فهم من الموضوع دا كده بدأوا ينتقل واحدة واحدة لفكرة الآلهة هما الناس بتقول آلهة وفي ناس بتقول معبضات هي ممكن تكون زي ما حقا قلت صفات للإلهة اللي هما مش شايفين هتحور البقرة سوبك التمسح الخلق بتاع الزات بالذات السماء والأرض أنا بتكلم على هو دا اللي معروف عند الإسلام عند المسيحية عند اليهودية هترجع لسفر التكوين في صفحات صفحته الأولى كده صفحة واحد هتلاقي دا وده العهد القديم على سبيل المسال فهي شيء مبهر إن المصريين قدرين يوصلوا لكل دا وعلشان كده أنا ضد فكرة إنه يوصم المصريين بإنه هما كانوا ديانات وطنية أو حضارة وطنية طبعا كل الحاجات اللي عندهم بتدل على إن هما إزاي يحترموا العشخاص كل التعليم دي تعليم الأديان لذلك في حاجات كتير قوي يعني المركب اللي بتحمل عرش الإله ثمانية 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 إن السماءات والأرض كانت اللي هو جب وانوت فممكن يكونوا خدوا دول من الأنبياء كانت متوارس ومشيت على كده نحن كنا عايزين نكمل لكتر من كده لازم بسرين أعداد كتير وكده كده نحن بنتكلم على التلفزي حقيقي نورت وشرفت وقفت كمجرة العدة بحديث شديد الجذبية شرفت موجود معك الله فده حاجة من ضمن ساعاتي وإلى أن نلتقي في مفاجأة كبرى قريبة دون أن نفسح عن أي شيء ولا الهوى ولا هتعرفوا مني كلمة أنا إيه السر في بير نورتنا شرف لا شكر كل الشكر لباحثنا وخابرنا الآثري علي أبو تشيش عضو اتحاد الأثريين وظيفنا العزيز في البرنامج خلصت الحلقة لحد كده وحد يتحكي عليك ويقولك حضارة الفرعنة اللي قامت على الوسانية ما قامتش على كده دي حضارة قامت على التوحيد أولا ده دينيا اتنين دي الحضارة اللي علمت العالم قطعا هي أقدم الحضارات المسألة مش من باب المباهى ولا المفاخرة ولكن هي من باب أنه من حقك تعرف أنت إيه في وسط الإنسانية خلصت الحلقة لو كان لنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة